اشتركوا في القناة بالابتلاقات والمشاكل وانهم ما عندهمش اي قدرة على التحكم في التحديات اللي بيوجوها في حياتهم على النقيد الصح ان في ناس كتير تانية بتعرف ازاي تواجه المشكلة تاخد بالاسباب ثم تدعي ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي بتوصل لنتائج مبهرة في حياتها وعشان كده بنسمع ان ناس كانت تحت خط الفقر وبقت من اغنى اغنياء العالم بنسمع الناس كانوا زوي اعقات مختلفة وبقهم علماء في مجالاتهم المختلفة ودول انهم عرفوا ازاي يتحكموا في حياتهم ازاي كلنا نتعلم نتحكم في حياتنا ده اللي هنتعلمه دلوقتي من ضفتي اللي مشرفاني ومنوراني دكتورة هبة ياسين الكاتبة ومستشارة العلاقات الاسرية والانسانية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته ازاي نتحكم في حياتنا هو الفكرة دي نفسها موجودة ولا على طول بيبقى لا اغزب عني بس بييدي جميل معظم الناس متخيلة انه لما اقولك اتحكمي في حياتك ان انا كده بقول حاجة عكس القضاء والقدر يعني اتحكم في حياتي انا حياتي مكتوبة من قبل ما تواجد اوكي لكن الحقيقة ان اللي انت الوضع اللي انت عليه دلوقتي ايا كان حلو او وحش انت اللي جبته لنفسك هقولك ليه وهو مكتوب لان ربنا عارف انت هتفكر ازاي بالضبط بالضبط انت خدت الخطوات اللي جابته لك ربنا عارف كل ده فكتبه لكن ما فيش حاجة اجبرتك انك تمشي الطريق ده وحتى لو انت حاسس ان في حاجة اجبرتك قبل كده طب انت اللي جاي ما هقول لسه قدامك يعني الخيار مفتوح قدامك بس خلينا نبدأ الحلقة بقاعدة كده يا ايمان البني ادم بالضبط عامل زي الراديو لما هيزبط الزبزبات بتاعته على موجة معينة حجيله انت زبطيه على اس ام زبطيه على مش عارف ايه على ايه زبطي حياتك على موجة المرض والمشاكل والاكتئاب وان الدنيا دايما مش ماشية حيفضل حياتك مزبوطة على الموجة دي لغاية ما انت تغيريها بايدك انت راديو انت جهاز رسال زبزبات واستقبال زبزبات وعلى فكرة فعليا احنا مخنا بيطلع زبزبات بجد يعني الناس متخيلين الموضوع ده مجازي لكن حتى عملوا تجربة ووصلوا مخ البني ادم بحاجات كده بتوصل كهرباء اللي هو بينور يعني احنا مخنا بيطلع طاقة بجد فانت فعلا انت المسؤولة عن الوضع اللي انت اصبحت عليه حاليا اشتركوا في القناة